سبيل للإعلام تقدم قصص الأنبياء بالعامية السودانية سيرة الحوارين الحلقة السابعة إزيك يا خالتي صفية أهلا وسهلا الحمد لله كيف أنتم كويسين الحمد لله لقد أتذكرنا وأنا مذكرة يا خالتي صفية في المرة الفاتت قلت لنا أن المؤمنين بعد موت سطفان اضعرضوا لمضايقات كثيرة من أعداهم صح وكان أشهر واحد من الأعدادين اسمه شاون دا صح وعشان مضايقات شاولوا غيره المؤمنين قاموا هاربوا من الغدس وتشتتوا وكانوا بتنقلوا من مكان ل مكان وكانوا بيبشروا الناس بسيدنا عيسى وبيبلغوهم رسالته وبردو كان من المؤمنين ديل في واحد اسمه شفنا تنقل دا بين المدن والأقاليم عشان يبشر الناس بالدعوة وشفنا كيف إنه الله بيواسطته هذا الوزير النوبي لنور الإيمان وشاولوه في القدس كان مستمر في تهديده بالقتل المؤمنين بسيدنا عيسى عليه السلام عشان كده قام يتوجه لكبير الأحبار الهرئيس يوخ الدين وطلب منه إنه يكتب ليه رسائل للناس المسؤولين عن بيوت عبادة اليهود في دمشق بأنه يسمعوا ليه بالقبضة على كل اللي بلقاهم هناك من أدباح سيدنا عيسى رجال أو نسوان ويسوقهم مقيدين للقدس ورئيس الأحبار نفذ لشاول طلبه دا وشاول جام سافر لدمشق وكان معاه مجموعة من الناس عشان يساعدوه ولما قرب ليها ضواليه فجأة نور لامع من السماء شاول طوال يواجح في الأرض وهو واقع سيمح صوت بيقول ليه شاول شاول انت ليه بتبطهدني؟ من فضلك من فضلك انت مو يا سيدي انا؟ انا عيسى المسيح انت بتبطهدني بالطهاد ومضايقتك لأتباعي هسا قوم من مكانك دا وادخل المدينة وهناك حتى القليق زول حيكلم بالشي المفروض تعمل اها والرجال اللي كانوا مع شاول كانوا مرعوبين ومستقربين لأنهم سمعوا الصوت لكن ما شافوا اي زول كان بيتكلم وشاول قام من الأرض ولما حاول يفتعيونه لقى نفسه انه فقط بصره وبيقى عميان والجماعة اللي كانوا معاه قادوه من يده لغاية ما دقهلوه دمشق وهناك شاول فضل عميان لمدة ثلاثة يوم كان قاعد فيها بدون أكل ولا شراب وكان في دمشق في واحد من أدباع سيدنا عيسى اسمه حنانيا حنانيا دا جاه سيدنا عيسى عليه السلام في رؤيا وقال ليه يا حنانيا حنانيا أمرك سيدنا جوه ممشي اليدارية يهوزة في شارع اسم الشارع المستقيم وهناك اسأل عن رجل من مدينة دا خصوص اسمه شاول شاول دا بيصلي للوقت دا شاك في رؤياه انه حيقابلك وانت حتخط يدك عليهم وبصره حيرجع ليهم ويفتك لكن انا يا سيدنا سمحت بكل اسف كلام كثير عن شاول دا وعلى الشر اللي عملوا وعلى الناس اللي آذاهم من أدباعك في القدس وعرفت برضو انه جاهنا لدمشق دي بإذن من رئيس الأحبار عشان يقبض على أدباعك اللي هنا ويسوقهم مغيديين للقدس يا مبهوم اصلا مبهوم دا قوم دلوقت يمشي ليش مبهوم لاني خطبت مبعوص عشان يحمي المشاكين ويبلغ رسافر للملوك ولبني إسرائيل وغيرهم وحاوليهم الآلام الحجاسية في سبيل أها حناني فعلا قام ماشى للدار المقصود هناك وهناك لقى شاول وخدت يدينه عليه وقال له يا شاول يا أخوي انت عارف أنا جيتك ليه؟ جيتك لأنه المسيح عيسى عليه السلام رسلني لك نعم سيدنا عيسى اللي جاك في الرؤية لما انت كنت جاي لدمشق رسلني لك والله جعلني سبب عشان نرجع ليك بصرك وهي ملاك بالسر الإلهي أها وبعد حناني ما تم كلامه وخدت يدينه عليه طلعت من عيون شاول حاجات زي القشور وشاول فتح وفرح وقام طوال يغفص للتطهر بالموية ويتعمد وأكل عشان حيله يشيله بعد ذاك يا جماعة شاول قد ليهو كم يوم مع أدبع سيدنا عيسى في دمشق وفي فترة وجوده معاهم باد طوال يمشي البيوت عبادة اليهود ويقول يا جماعة يا جماعة يا جماعة لازم تعرفوا انه عيسى عليه السلام هو المسيح الرايد وحبيب الله الفريد يا جماعة شاول دا يهوذور الكام بيزي أدبع عيسى في الغدس ولا واحد تاني هاي يهوذاتو وغريبة فعلا مش هو أصلا جاي هنا عشان يقبط أدبع عيسى ويسوكم للغدس عشان حكمون بنا أيوا موسيقى أها وشاول بعد ما آمن بيقى نشيد في الدعوة وبليغ في الرد لدرجة انه كان بيربق بن إسرائيل المقيمين في دمشق بيحيجوا القوية ويبرحلهم بيها على انه سيدنا عيسى هو المسيح المنتظرينه وكان بيزعجهم انه بيناغب تعاليمونه ونتيجة كده اليهود بيقوا متضايقين منه جدا وبعد فترة فكروا يقتلوه ويتخلصوا منه وكانوا بيراقبوا بوابات المدينة بالليل والنهار عشان ما يديه فرصة يهرب لكن شاول عرف انه مستهدف عشان كده في جماعة من الآمن بالمسيح في دمشق بواسطه قرروا تحريبه بالليل قاموا خطوه في سبت كبير ونزلوهم من فوق السور والخطة نجحت وشاول قدر يهرب من المدينة أها لما شاول رجع للعدس بعد غيبة طويلة حاول ينطم لأدباع سيدنا عيسى عليه السلام هناك لكن كلهم خافوا منه وما صدقوا انه بي مؤمن بعيسى عليه السلام لكن برنابا ساقوا ووداه لبعض المبعوثين ووراهم انه شاول شاف سيدنا عيسى في رؤية في الطريق وسيدنا عيسى عليه السلام اتكلم معاه ووراهم كيف انه شاول بعد ذاك نشط في الإيمان وكان بينشر الدعوة بكل شجاعة في دمشق ايوه وقالوا المبعوثين ديل اتطمنوا لي شاول شديد وبيقوا بتنقل معاهم اللي نشر الدعوة بيشجاعوا وبيخلاص في الغدس وشاول كان من عادته انه بتجادل دايما مع بني إسرائيل اللي هون كان متبنين الثغافة واللغة اليونانية صح؟ المجموعة دي من بني إسرائيل كانت مصممة على كتله لكن اخوانه المؤمنين عرفوا الموضوع ده وهو كمان كان عارف بالضبط عشان كده أخوانه المؤمنين قرروا بموافقته انه يرحل من المدينة بسرعة وقاموا رافغوا لي ميناء غيصرية وهناك ودعوه وقام سافر لي ميناء ترسوس ما زقت راسو اللي كانت موجودة في بقعة من تركيا الحالية ونتيجة لخرشاول من القدس المؤمنين بيقوا ينعموا بالسلام في كل مناطق يهوزة والجليل والسامرة وبتأييد السر الإلهي كان عدد المؤمنين بيزيد وكانوا بيقوا في التقوى والإيمان والدعوة في الوقت داك بوتروس كان بتنجل من مكان لمكان عشان يزور ويقابل أدباع المسيح وفي مرة أثناء زيارته لأخوان المؤمنين في مدينة اللود شاف ليه راجل مشهول اسمه أنيس أنيس دا كان مريض وراجد ليه تمانية سنين بوتروس لما شاف المريض اتلفت عليه وقال ليه يا أنيس أنيس الله سبحانه وتعالى شفاك بواسطة شفيعه عيسى كوم شير فراشك وأمشي أها أنيس فعلا جام ووقف معافة وسليم وكثير من سكان مدينة اللود والساحل اللي حولها لما شافوا معجزة الشفاء السريع دي قبلوا الدعوة وبيقوا من أدباع سيدنا عيسى عليه السلام وفي الوقت داك كانت في مرة من أدباع سيدنا عيسى في مدينة يافا اسمها تابيتا ومعناها الغزالة وتابيتا دي كانت بتقدم الخير للناس وكانت بتحصل للمحتاجين دايما بس بكل أسف تابيتا دي مردت وماتت بعد موتا قاموا غسلوها وخدتوا جنازتا في الطابق الفوق والمؤمنين سمعوا إن بطرس موجود في اللود اللي كانت قريبة من مدينة يافا قاموا غسللوهم مندوبين عشان يجوهم بسرعة وبطرس قام جا فعلا لما وصل يافا طوالي ساقوه للطابق اللي كانت فيه جن استلمرة المحسنة اللي هي تابيتا والنسوان الأرامل كانوا ملمومين حول الجنازة وكانوا بيبكوا بك شديد شديد جدا بطرس لما دخل قاموا وروا الملابس والقمصان اللي كانت تابيتة بتفاصيلها بنفيسة لما كانت حية دليل على مساعدتها لهم وبطرس بعد ما سمع من النسوان الأرامل ديل قام طلح كل الناس من الأوضع اللي كانت الجنازة مختوتة فيها وصلى ودعا الله بعد ذاك تلفت على الجنازة وقال ليها يا تابيتا قومي هاو تابيتة طوالي فتحت عيونها ولما شافت بطرس قعدت وبطرس مسك من يدها وقوم على الحيلة بعد ذاك نادى المؤمنين بما فيهم الأرامل ووراهم إنه تابيتة حيت خبر المعجزة دي عم كل مدينة يافا ودخل لناس كثيرين هناك يؤمنوا بالمسيح مختار الله عليه السلام وبطرس قضى فترة في يافا الكان نازل فيها مع واحد بيشتغل دباغ اسمه سمعان هيا جماعة مع خبر المعجزات دي بنصل الليلة اللي هيت الجزء السابق حسنا حسنا تحية زروق اخرج تماغ درشيخ الدين